بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال يطرحه البشر منذ القدم لماذا نخاف من الموت ما الذي يجعلنا نخاف من هذا الموت باستمرار هذا السؤال كان مثارا للتشكيك بوجود الله تبارك وتعالى ماذا فعل الملحدون أيها الأحبة ليبرروا إلحادهم وليثبتوا أن الله غير موجود قالوا إن الإنسان كان يخاف من الموت قبل آلاف سنين وهذا الكلام طبعا وضعه كبير الملحدين في بريطانيا ريتشارد داوكنز الذي ألحد بسببه الملايين وهو يفتخر بذلك يقول إن الإنسان هو الذي اخترع فكرة الأديان كيف؟ القصة كما يرويها حسب زعمه أن هذا الإنسان بدأ يخاف من الموت فلابد أن يخترع حياة ثانية لأنه لا يريد أن يجعل هذه الدنيا هي النهاية فبدأ باختراع فكرة الآخرة ثم بدأ باختراع فكرة يوم الحساب ووجود إله ثم جاء بعض الناس الأذكياء استغلوا هذه الأفكار وصنعوا الأديان طبعا وهم الأنبياء كما يقول ومن هنا نشأت فكرة الأديان التي لا أساس لها حقيقة إنما هي من شأها الخوف من الموت سبحان الله أيها الأحبة نفس هؤلاء المشككين يسخرهم الله ليثبتوا بلغة العلم الحديث أن الله تعالى هو خالق الإنسان وليس الطبيعة الدراسة التي اطلعت عليها اليوم حقيقة وأحببت أن أشارككم فيها طبعا للأسف مثل هذه الدراسات لا تترجم إلى اللغة العربية ولا يهتم بها من قبل الكثير من الناس لذلك أحببت أن أقوم بشرح مبسط لهذه الدراسة العلمية التي جاءت من مما يسمى بالذكاء الصناعي شيء غريب فعلا أيها الأحبة الحقيقة العنوان الذي وضع لهذه أو لهذا البحث يقولون إذا أردت أن تصمم إنسان آلي أو روبوت بشكل عام ليعمل بكفاءة عالية فعليك أن تضع ضمن التصميم في برمجة هذا الروبوت داخل تصميمه أن تضع شيء اسمه الخوف من الموت باستمرار شيء غريب يعني طبعا هذه الدراسة أيها الأحبة يعني لنكون دقيقين نشرتها أشهر مجلة عالمية هي مجلة الطبيعة طبعا العلماء وجدوا شيء عجيب الروبوتات التي يصممونها دائما تعمل بكفاءة منخفضة لا تصل إلى مستوى الإنسان طبعا ولن تصل فوجدوا أن هذا الروبوت يصاب بالأعطال يصاب بالهلاك أو الموت يتكسر يتحطم يتعطل إلى آخره يسمونه موت هذا الروبوت أو هذا الإنسان الآلي فبدأوا يضعون حسابات داخل الشفرات البرمجية الأكواد التي يضعونها في برمجة هذا الروبوت ليعمل أنه عند الإحساس بالخطر ابتعد عند الإحساس باحتمال أن يكون هناك خطر توقف فدائما يعني يضعون ما أسموه الموت من الخوف من الموت طبعا أيها الأحبة الدراسة نشرت في مجلة نيتشر ماشين انتليجانس يعني مجلة الطبيعة للذكاء الآلي وهي يعني جزء من مجلة الطبيعة الشهيرة الأمريكية بتاريخ تسعة عشر الفين وتسعة عشر عفوا بتاريخ تسعة عشر الفين وتسعة عشر قبل شهر تقريبا أو هكذا أو أكثر بقليل يؤكد الباحثون في هذه الدراسة إلى أهمية أن يصمم هذا الروبوت بشكل يخاف من الموت ويقول الباحثون في جامعة جنوب كاليفورنيا الذين قاموا بهذه الدراسة عندما تقوم بتصميم إنسان آلي وتراعي ضمن برمجة هذا الروبوت أنه يخاف من الهلاك أو الضرر باستمرار طيلة الوقت فإن هذا الروبوت سيعمل على أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لبقائه قيد العمل ويحافظ على وجوده وبالتالي ما يسمى بالخوف من الموت مهم جدا للوصول إلى الذكاء الصناعي الحقيقي مجلة الطبيعة ماذا تقول تقول عندما نجبر هذا الروبوت على التوقع الموت في أي لحظة انظروا الألفاظ أيها الأحبة وقارنوا بتصميمنا نحن البشر عندما تجبر هذا الروبوت على أن يتوقع الموت في أي لحظة فهذا النوع من البرمجة يساعد على أداء أفضل فيما يسمى بضبط النفس لدى هذا الروبوت فنحن كبشر طبعا نشعر ونحس دائما أن الموت موجود ولكن إذا فكرنا بهذا الموت باستمرار فإن هذا يساعد على أداء أفضل علاقة غريبة جدا أيها الأحبة حتى أن هذا التفكير بالموت أو الهلاك لدى الإنسان الآلي يساعده على ما يسمى باتخاذ قرار أفضل بشكل مستمر البروفيسور أنتونيو داماسيو وهو أستاذ علم النفس والأعصاب يؤكد أننا عندما نجعل هذا الروبوت يفكر باستمرار بالموت والمخاطر التي قد تؤدي إلى موته مثل البشر فإنه سيقوم بمهامه بشكل أفضل بكثير من الروبوت العادي طيب الآن أيها الأحبة اطلعنا على ملخص لبحث علمي يعمل عليه العلماء وأوجدوا نتائج تقول أن التصميم يجب أن يراعي هذه الفكرة فكرة الخوف من الموت طيب ماذا عنا نحن البشر من المؤكد أيها الأحبة أن العلماء الذين يضعون فكرة الخوف من الموت في هذا الروبوت في تصميم هذا الروبوت لابد أن الذي صمم الإنسان راعى هذا الأمر الذي صمم وأبدع هذا المخلوق الذي هو الإنسان لابد أنه أثناء هذا التصميم راعى عملية أن يبقى باستمرار يخاف من الموت لماذا؟ لأن هذا ضروري للعمل بأداء أعلى وللحفاظ على حياتنا ول يعني الحفاظ على استمرار الجنس البشري وإلا لو كان الإنسان في تصميمه لا يخاف من الموت لهلك الجنس البشري وانقرض منذ زمن الحقيقة أيها الأحبة أنا أود الآن أن أوجه رسالة لكل ملحد أو كل من هو على طريق الإلحاد ليفكر جيدا ويبدأ يشغل عقله ويتساءل لنتساءل معا هذا المخلوق الذي هو الإنسان من الذي أعطاه هذا التصميم عالي الدقة الخوف من الموت لا يمكن أن يأتي بالتدرج من خلال قوانين الطبيعة التي وضعها دارون وهي ليست بقوانين أصلا ولا يمكن لهذه الظاهرة الخوف من الموت أن تنشأ عن طريق المصادفة كما أن العلماء فكروا واخترعوا ومنذ خمسين عاما وهم يقومون بأبحاث على الذكاء الصناعي حتى وصلوا إلى هذه النتيجة الضرورية في تصميم هذا الروبوت لابد أن الذي صمم الإنسان وصمم هذه الكائنات الحية لابد أنه راعى عند تصميمها وعند إبداعها وعند نشأتها الأولى أنه ينبغي أن يضع فيها الخوف من الموت من أجل ماذا أيها الأحبة من أجل الحفاظ على الحياة والاستمرار والبقاء ومن أجل أذاء أعلى أيضا طيب الله سبحانه وتعالى هو القائل صنع الله الذي أتقن كل شيء إذن نحن عندما نخاف من الموت هذا الشيء صح أيها الأحبة وشيء جيد يعمل عليه العلماء اليوم في تصميم الإنسان الآلي عندما نفكر بالموت هذا الشيء جيد يعني أنا أثبت لكم الآن أيها الأحبة ببحث علمي لجامعة جنوب كاليفورنيا منشور على أشهر مجلة عالمية وهي الطبيعة نيتشر أثبتنا أن التفكير بالموت باستمرار يعطي أداء أفضل لهذه الروبوتات طيب النبي ماذا قال هل تتذكرون قال عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكر هادم لذات الموت أكثر من ذكر الموت طيب ماذا عن القرآن القرآن يذكرنا دائما بالموت عشرات الآيات أيها الأحبة بالشكل يعني تظن أن القرآن يفصل لك الموت بالشكل لا يفصله أي كتاب آخر فإذا كنت تظن أنك ستهرب من الموت تأتيك الآية الكريمة التي يقول فيها رب العزة سبحانه وتعالى أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإذا فكرت أن تهرب من الموت تأتيك الآية الكريمة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقكم وعشرات الآيات أيها الأحبة كل نفس ذائقة الموت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل آيات الموت كثيرة كثيرة جدا في القرآن الكريم كثرة آيات الموت في القرآن الكريم تدل على أن القرآن أعطى اهتماما خاصا للموت والنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نتذكر الموت على الأقل عشر مرات كل يوم على الأقل يعني مثلا يقول عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع أمرنا أن نتذكر الموت عند كل صلاة ليكون أداؤنا أعلى وبالفعل هناك دراسة تحدثنا عنها تقول أن الذي يفكر بالموت قبل أن يقوم بعمل مهم أو يتخذ قرار مهم فإن أداء هذا الإنسان يكون أعلى بكثير مما لو أنه لم يفكر بالموت صلي صلاة مودع كأن هذه آخر صلاة لك يرتفع أداؤك في هذه الصلاة يزداد خشوعك يزداد حتى عملك العادي تبدع فيه أكثر أليس هذا ما يقوله العلماء التفكير المستمر بالموت يؤدي إلى تطوير ورفع هذه الآلات فكذلك الإنسان يرتفع أداؤه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام كان يتذكر الموت إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها هذا قبل النوم منذ أن يقوم يستيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور مرات عديدة أيها الأحبة يعني وكأن النبي يريد مننا أن نبقى في حالة تذكر وخوف ليس من الموت نفسه بل نخاف من أعمالنا السيئة أن تنعكس علينا بعد الموت فتجد أن المؤمن في حالة خوف يعني انظروا إلى هذه الآية أيها الأحبة ذلك يخوف الله به عباده في سورة الزمر أمن هو قانت آناء الليل يعني زمن طويل من الليل قانت يجلس يفكر يتدبر القرآن ساجدا وقائما ماذا يفعل يحذر الآخرة حذر يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه تصوروا أن هذه الجزئية أو هذه المعلومة يضعها الآن العلماء في حسبانهم لدى تصميم الروبوتات الحديثة أن يبقى هذا الإنسان الآلي في حالة حذر من لحظة الموت أو لحظة الهلاك أو التعطل الكامل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه انظروا أيها الأحبة بين الخوف والرجاء إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا رغبا بما عند الله ورهبا وخوفا من عذاب الله إذن أيها الأحبة هنا يلتقي العلم مع القرآن في هذا الموضع عندما نرى العلماء يؤكدون أن التفكير بالموت شيء ضروري أن الحذر من الموت ضروري جدا ليس فقط للحفاظ على الحياة وليس لبقائك وليس لاستمرارك وليس لسلامتك بل لتحسين أدائك أيضا لتحسين هذا الأداء سواء في العمل سواء في الدراسة سواء في حياتك الاجتماعية التفكير بالموت يعالج لك أكبر مشكلة عندما تفكر أن هذا آخر يوم لك من الدنيا كل الهموم تزول أيها الأحبة طبعا إذا كان عملك صالحا بالنسبة للملحد التفكير بالموت شيء مزعج جدا وشيء يعني يخاف منه كثيرا لذلك أنا أقول لكل إنسان لا يقتنع بوجود خالق لهذا الكون العظيم لا يقتنع بالقرآن لا يقتنع بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام أتساءل معك هذا النبي الكريم ما الذي يدعوه أن يذكرنا دائما بالموت ويأتي العلماء في عام 2019 ليقول إن تذكر الموت مهم حتى بالنسبة للآلات الآلات التي لا تعقل وليس لها روح مهم فكيف بالإنسان ما الذي يدعو القرآن الكريم أن يكثر من الحديث عن الموت ويحذرنا باستمرار إذن أيها الأحبة هذا دليل علم مادي على أن هذا النبي لا ينطق عن الهوى والله لو كان شخص كما يتهمونه يريد الشهر والقتل والكذا والكذا لماذا يذكرهم بالموت لأباح لهم شرب الخمر أولا لأن المجتمع كان الخمر يشرب أكثر من الماء في مجتمع الجاهلية كان هذا النبي أباح لهم الزنا أباح لهم كل شيء مجالس له كل هذا نهى عنه واستبدله بأنك دائما يجب أن تبقى على حذر وتفكر بالموت هذا الشيء أيها الأحبة أو هذا البحث العلمي هو دليل مادي ملموس نقدمه اليوم على صحة ما جاء به القرآن العظيم وعلى صدق نبوة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا أخي والله والله إن الملحد لو اتبع تعاليم هذا النبي ولم يؤمن به على فكرة وهو لا يؤمن به فقط لو اتبع تعاليمه لكانت رحمة ونجاحا له في الدنيا يعني أنت أيها الملحد إذا طبقت كلام النبي في أنك تتذكر الموت باستمرار هذا سيؤدي إلى حياة أفضل وإلى أداء أفضل في عملك في دراستك في تجارتك في حياتك الاجتماعية في علاقاتك بشكل عام طيب لماذا تتقبل هذا الكلام من علماء الغرب وتبصم أنه كلام صحيح عندما يأتيك بعد تجارب طويلة ونفس الكلام ترفضه عندما يأتي من هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام الذي يريد لكم الخير يعني ماذا بماذا خرج النبي من هذه الدنيا لم يخرج لا بدرهم ولا بدنار ولا بمنصب ولا بأي شيء سوى أنه أدى هذه الأمانة وأدى هذه المهمة لذلك الله عندما قال في حقه وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ هذه الآية فيها السر أيها الأحبة لم يقل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ أو المسلمين أو لفئة لقريش مثلاً أو للعرب لا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بِمَنْ فِيهِمْ الْمُلْحِدِ وَالْمُشَكِّكَ فإذاً هذا النبي الكريم يريد لنا ويريد لكل البشر الخير لأنه صادق في دعوته من الله تبارك وتعالى وأخيراً أيها الأحبة يعني أنا أود أن أختم بآية نسأل الله أن نكون من الذين يقولون ويرددون هذه الآية رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أن آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ وَآخِرُ دَعْوَانَا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر